اشتركوا في القناة صحابي الجليل الذي وقع على اهله في رمضان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا قال ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى صيام شهرين متتابعين قال الله يا رسول الله لو كنت استطيع ارمضان وانت كتشوف قال طيب اطعم ستين مسكين قال والله لا استطيع لان انا رجل لا يمكن ما عندي فامر النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ان يأتي بعنقود هذا من التمر كبير فاعطاه اياه فقال له تصدق بهذا فقال والله يا رسول الله ليس هناك افقر مني في المدينة قال اذا اطعم بي اهلك فلما ول هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده يعني ايش ضحك سيد هذا يعني كحلها وسقط عليها الصيام وسقط عليها كذا ثم غادي بتصمر لولاده فلذلك الدين اسلامي دين رحمة ودين نحن نتعامل مع الله ليس مع المخلوق الله عز وجل يعلم السر واخفى يعلم فيما اذا كنا هل نحن فعلا مخلصون ام لا هل نستطيع او لا لان لا حلة مع الله فعلا هل هذا يستطيع او لا يستطيع فاذا كان لا يستطيع فقد سقط عنه التكلفة